اهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامج ضيف السابع للحديث أكثر عن الاقتصاد الجزائري وما آل إليه في هذه الفترة العصيبة أسعد باستضافة الأستاذ المحلل الاقتصادي عبد الرحمن عي أهلا بك أهلا وسهلا كما قلت نتكلم عن الاقتصاد الجزائري ونحن على أبواب من الأزمة الاقتصادية منذ الحركة التي شهدته الجزائر منذ 22 فيفري الماضي نتكلم بصفة مع ما آل إليها الاقتصاد الجزائري في هذا الوقت أولا شكرا على الاستضافة وأتمنى لهذه القناة النجاح أحيي من خلال هذه القناة الشعب الجزائري وأتمنى عودة ميمونة لحجاجنا الميمين كما نترحم على من وفتهم المنية في البقاع المقدسة في حقيقة الأمر دعيني أكون صريح وواضح معك وأقول لك بأن الحراك الجزائري كان لديه أثر إيجابي على المجتمع الجزائري من ناحية أنه خلق نوع من الأمل عاد نوع من البسمة لدى الشباب شاهدنا أن الشباب تراجع من حيث بعض الضواهر التي كنا نأسف لها على غير الحركة وإلى غير ذلك وبالتالي فإن هناك نوع من الأمل عاد للشباب الجزائري وشاهدنا حتى البلاطوهات ضمت شباب لديهم وعي ولديهم حديث سلس فيما هو متعلق بالشؤون الاقتصادية الجزائرية أيضا كما أعطى الأمل في البداية إلى مشروع سياسي للإصلاح وللنأسف لأنه في اعتقادي الخاص وكل نظرتي كتقني لست سياسي بأنه يعني تعقد ولا يوجد هناك حل في الأجال القريب ونتمنى أن يكون هناك حل وأيضا يعني على مختلف المستويات لكن من الناحية الاقتصادية دعيني أكون واضح وصالح معك وأقول لك بأنه زاد من تعقيد الوضعية الاقتصادية طبعا الجزائر كما يعلم الجميع تعتمد على الريع البيترواليم من سنة تقريب 1962 وكل البرامج الاقتصادية التي يعني قامت بها الحكومات منذ الاستقلال إلى غاية دعيني أقول لك سنة 2014 يعني في سبتمبر كانت تقريبا مشابهة نجد على مستوى الخطاب أو على مستوى المشاريع سواء الاقتصادية أو المالية نجد يعني كلام طيب ونجد يعني مشاريع يعني ممكن أن تدهش المستمع ولكن على أرض الواقع عندما نقوم بالتنفيذ يعني نلاحظ بأننا نقوم بحق العوائد البترولية في مختلف المشاريع خاصة المشاريع البولد التحتية تأخرنا كثيرا في عدد كبير من المسائل تأخرنا في إصلاح المنظومة البنكية تأخرنا في إصلاح المنظومة الضرائب والتي اليوم هي السبب مباشر من أسباب الذهاب إلى طبع النقود تأخرنا في رقمنة الاقتصاد تأخرنا في صناعة الكفاءات الحقيقية التي لديها القدرة على تسيل إداري وتسيل الاقتصادي وبالتالي يعني بعد 22 نوفمبر إلى غاية يومنا هذا تلك الوضعية يعني كنا فيما سبق ننظر إلى الاقتصاد ونتأسف ولكن حاليا نتأسف مرتين لأنه بالإضافة إلى التردي طب أستاذ فقط اسمح لي أنه قبل البحبوحة أو تشوف قبل 22 فبري الفارض كنا على أزمة اقتصادية ممتاز نتكلم كيف أثر الحراك على الأزمة الاقتصادية وزاد من تفقنها ممتاز رائع على عكس ما يشاع من بعض يعني الإعلاميين الأسف الشديد الذين يعتقدون بأنهم عندما يقولون بأن الحراك سهم في نقل الاقتصاد من وضع سلبي إلى ديناميكية هذا خطأ لابد أن نكون يعني واقعين مع أنفسنا ونقول بأن الحراك بالرغم من إيجابية على مستوى الاستماعي والسياسي إلا أنه لديه آثار سلبي على الاقتصاد طبعا كما يعلم الجميع نحن لسنا في أزمة اقتصادية لأنه صراحة الاقتصاد هو مشروع متكامل يضم مختلف القطاعات ومشروع متنوع ولكن نحن في أزمة شح مالي وهذه أزمة شح مالي ما معناه؟ معناه أننا ما نقوم بتحصيله سواء على مستوى العملة الصعبة لا يكفي لإنفاقه على العمليات الاستيرادية أو ما نقوم بتحصيله على مستوى إرادات الدولة على مستوى الميزانية لا يكفي لنفقات كولية وبالتالي عدنا عدز على مستوى ميزان المدفوعات وعدز على مستوى ميزانية الدولة تسبب في هذا العدز الحكومات السابقة حيث اتجهت بنفس الاتجاه التصاعدي لعوائد البترول شاهدنا خاصة خلال فترة يعني 2011-2014 تصاعد غير يعني متوقع لسعر البترول حيث قرب المتوسط سنة 2011-2011 دولار للبرميل وهذا يعني شيء استثنائي كبير وبالتالي فالحكومات في تلك الفترة كانت تقوم برفع الإنفاق خاصة أن نتزامن ذلك مع الربيع العربي وبالتالي من أجل شراء السلم الاجتماعي قامت الحكومة بزيد الإنفاق كيف زادت الإنفاق؟ يريد زادت الإنفاق بطريقة دعنا نقول عقلانية وتقنية زادت الإنفاق بطريقة دعنا نقول ساذجة كيف ذلك؟ حيث أنها كانت تقول بأن السعر المرجعي المعتمد في ميزانية الدولة وهو 37 دولار للبرميل في حين أنه كانت تنفق نفقات كبيرة ثم بعد ذلك تقول هناك عدز هذا العدز مقدر بحوالي 3000 مليار دينار جزائري هذه البيانات التي أقدمها أختي هي موجودة على مستوى الموقع وزارة المالية لو ذهبت اليوم إلى وزارة المالية ستجدين ما أقول له إلا كي موجود كان هناك عدز على مستوى الميزانية في حدود 3000 مليار دينار جزائري إلى أكثر من ذلك أحيانا وكانت الحكومة تستخدم صندوق ضبط الإرادات لتخدير ذلك العدز ثم بعد ذلك لما وصلنا في سبتمبر 2014 أنه نفذ أو عفوا أصبح صندوق ضبط الإرادات لا يمتلئ مجددا لأن صندوق ضبط الإرادات كان يمتلئ نتيجة للفرق بين السعر المرجعي المعتمد في ميزانية الدولة وبين سعر البترول في السوق وكان هناك فارق إيجابي كبير وبالتالي فتلك الفوائل المالية كانت توضع في صندوق ضبط الإرادات ليستخدم في تغطية عدز الميزانية ثم بعد ذلك في سبتمبر 2014 أصبح ما يجلب من الصندوق لا يمكن إعادة ملئه والسبب هو أن سعر البترول تراجع إلى أقل من 50 دولار للبرمين وبالتالي عندما وصلنا إلى فيفري 2017 انتهى صندوق ضبط الإرادات الذي كانت تستخدمه الحكومة لتغطية العدز فاتجهت الحكومة إلى طبع النقود ما أقوله لك كان منتظرا ومتوقعا وأنا قلت لوزير المالية الذي اليوم هو خبير اقتصادي قلت له سنة 2016 بأنكم ستذهبون إلى إصدار بدون مقابل لأن التسمية التقنية لطبع النقود هو الإصدار بدون مقابل يعني نصدر النقود بدون إنتاج حقيقي للسلع والخدمات وقال لي أنذاك لا نذهب لذلك ما تخافش عندنا أموال أنا قلت في نفسي بأن الحكومة أو الدولة لديها أموال ونحن يعني كأساتي ذاوك مختصين في المجال الاقتصادي ومالي لا يمكن أن يطلع على كل أسرار الدولة وقلت في إيجابي ولكن في نفس التوقيت الذي كنت أعتقد أن الحكومة ستتجه إلى طبع النقود قامت الحكومة بطبع النقود وكنت أقول إذا لم تتجه الحكومة إلى طبع النقود قد تستنجد بالخبرة لم يكن لديها أي حل فترك لماذا قال الوزير الأول السابق بأننا الخبراء مختئون لأنه لم يكن هناك حل سوى الاتجاه إلى الخبرة أو الاتجاه إلى طبع النقود وبالتالي فضل الوزير الأول السابق الذهاب إلى طبع النقود بدل الذهاب إلى الخبرة وبالتالي اليوم نعيش في تخبط كبير الغريب في الأمر أنه بعدما يعني هذا في سياق الإجابة على سؤالك يعني سؤالك يعني يمتد على ممتاز وعلى فترة زمنية طويلة وبالتالي لما قاموا بتنحية الوزير الأول السابق جاء المدراء الموجودون على مستوى بنك الجزائر يعني أنه بنك الجزائر هو مؤسسة مالية تتكون من مجموعة من المديريات سبقين قضائيا لا عفوا معذرة المدراء البنك المركزي ليست لديهم علاقة لا يعرفون ش الناس باستثناء واحد منذ بداية الانفتاح الإعلامي ظهروا مرة واحدة عندما قاموا بتعريف بورقة 500 دينار هذك هال يظهروا فيه المدراء مدراء البنك المركزي لم يظهروا أبدا للإعلام وبالتالي هم قاموا بعدما راح الوزير الأول قاموا داروا بيان وقالوا تبرأوا من طبع النقود ولما تتبرأ أنت من طبع النقود لابد أنك تقدم آلية أخرى إذا تقول باللي راح مرحشن طبع النقود كنت مجبارا على طبعه لأنه الوزير الأول أمرني بذلك واليوم نقول الوزير الأول ما راهوش موجود وراهو الوزير الأول الحالي الذي ليس لديه أي علاقة بالاقتصاد إنما هو لديه علاقة بالتسيير الإداري يقول بأننا سنجمد طبع النقود ونحن نقول بأنه من المستحيل أننا نموّل الميزانية العمومية بدون طبع النقود إلا إذا كانت هناك آليات سياسية أو والله ما نعرف آليات لا ندركها ممكن الجبلات تتبرى عنها عنها علاقة أو يكون زمن قرض القرض سأعود وأجيبك على القرض صحة قلنا بأنه لأنه علاش الحكومة وش تقول لك؟ تقول لك بأننا حسب باي الحكومة بأننا سنقوم بتقديم مساعدة مالية للساكن نحن على مستوى الإدارة العمومية وعلى مستوى الجامعة كينا فتح مناصب مالية ما هيش بنفس السنة والسابقة ولكن مفتوحة الحكومة لا يمكنها فرض ضرائب الرسوم الحكومة ستتحمل أجور المؤسسات التي ملاكها اليوم قابعين في السجون وبالتالي في الخسائل المالية هذه بالإضافة إلى الإنفاق السنة الماضية أوتوماتيكياً سيكون هناك عز ممتاز هو الذي تسبب في الأزمة وهو الذي تسبب في العز وهو الذي لن يكون هناك حل سوى طبع النقود إذا شئتي أجيبك على القرض أو عندك سؤال آخر لا نتكلموا بما أنه رك تقول طبع النقود أو كين حل آخر لدول القرض نتكلموا القرض من دول أخرى فلأنه تكلموا عليها من قبل هذه النقطة فما رأيك فيه أولاً شوفي أولاً الإقراض بعقلانية وفق منظور اقتصادي أنك أي إنسان أي مؤسسة أي إنسان يقرض إنسان الذي يعتقد بأنه سيرجع له الأموال إذا كين إنسان نعرفه بلما يرجع له الأموال وأقوم بإقراضه هنا عندي خيارات إما أنه غاضي إما أنني دير فيه الخير إما أنسا فيه لأنه منح الأموال بدون ما ترجح هذي يعتبر سفها هناك تقول إنه الجزائر مستحيل مستحيل لن تجي ذا لن تجي لأنه علاش كين خسائر مالية وقداش نقدر رجع الأموال نهالي يكون عندي فوائد إحنا عندنا خسائر مالية بو في نفس السياق تفضلي ممتاز يكون عندك فوائد ما تقدرش تروح للقرض يعني بما أنه عندك فوائد ما عليش أحيانا أحيانا لأنه القرض يدخل في إطار تسير الاقتصادي لمشروع الدولة ما هوش لأنه اليوم كانوا عندنا مئتين مليار دولار تقريبا كحكيات السرف اليوم راهوية نقص إلى أقل من سبعين مليار دولار وبالتالي فإن الفارق من مئتين إلى سبعين قد نقوم بكيف شقول إطالته ولا إطالته من خلال الإقراض لكن لا يمكننا الإقراض لأنه من الرجع الأموال إحنا وقتش رجعنا الأموال لماذا دلنا الدفع المسبق للدول سنة 2007 دلنا الدفع المسبق للدول سنة 2007 لأنه كان هناك فوائد مالية كنا تقريبا في سنة 2005 كان ميزانية الدولة في ألفين مليار دينار جزائري اليوم راهوية سبعالاف وكان البترون طلع بسبب الحرب اللي كانت أنا ذاك بلبنان وبعض الأمور التي حدثت ارتفع سعى البترون إلى سبعين دولار وإحنا كنا ألفين مليار دينار اليوم راهوية سبعالاف وبالتالي في الفوائد المالية التي تحققت قمنا بالدفع المسبق للدين وياريت ما دلناش الدفع المسبق للدين لأننا كنا نحتاج إلى تلك الأموال إيسان ممكن يخلص ضيونه يقول لك خلص تعطل شوية بعد فترة لأنه يندم على تلك الأموال هذا الرؤية الاقتصادية دو كان جوه للأمور العمالية الجزائر حاولت الحصول على قرض وقامت من عند البنك الإفريقي والبنك الإفريقي أقرضها 1 مليار دولار البنك الإفريقي هو ليس الإفريقي هو مساهمين ترعوهما أمريكا وأوروبا والتسمية الإفريقية ولكن المساهمين لماذا شرحت جس النبض شوف هل لديها قدرة على الوفاء ما رأي المؤسسات المالية في إقادة قرضونا 1 مليار دولار ودارونا في السيد في الطاجة الأولى وقالونا هذا المليار دولار نجب أن يذهب إلى الاستثمار إذن باش نجيبوا 1 مليار دولار يعني كلفنا ذلك يعني فترة من المفاوضة وحصلنا على القرض واتجهنا به إلى العمليات الاستثمارية ثم بعد ذلك يعني أجبرنا على إنفاقه في مشاريع التي طلبوهم منا ذلك إذن انتلاق لنهار الأمور أين هو القدرة على الإقراض؟ لا يوجد قدرة على الإقراض نزيد نروح لك الأبعد من ذلك لما اليوم المدير العام لسونالغاز يقول سنقوم بالإقراض كيف يقتلت الأموال؟ سونالغاز شركة تبيع منتجتها بأقل من سعر التكلفة ليبيع أقل من سعر التكلفة يعني يراه يحق خسائر كيفش إنسان يراه يخسر يربح بش يخلص الدين إنسان يراه عنده صادق نشاط تجاري ويحقق قريبا إذن الإشكالية اليوم أين تكمن أن الأزمة الشح المالي والتي يسميها الإبعاد العامي أزمة اقتصادية لا يوجد لها حل بالإضافة إلى أن من يسير فترة الأزمة هم ناس إداريين تربوا في مختلف الإدارات الحكومية ليس لديهم الإبداع لديهم رؤية إدارية تسهيلية للأمور ليس لديهم القرآن يعني ما همش أهل الخبرة ممتاز نتكلم كذلك على الحراك أثر على بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي ذات أصحابها المتابعين قضائيا على غير الحداد على غيرار على حداد كذلك وليكونيناف وعلى غيرار مؤخرا بن حمادي نتكلم على أصحاب الموظفين أقول في المؤسسات هذه الخاصة ما مآلهم وما مآل المؤسسات الخاصة فيما نظرا ليوجد هناك وهو تعميم المؤسسات لحد هذه اللحظة التي أتكلم فيها معك هذه المؤسسات مآلها الزوال وبالتالي هؤلاء العمال سيكونون بطلون وسيكونون عبءا على الدولة وقد يتجيغون إلى أمور لا يحمد عقبها أخرا تكلموا على تعميم المؤسسات لكن لا يوجد نحن عندنا مؤسسات عمومية أصلا لا يتحقق خسار كيف نقوم ب نحن المؤسسات العمومية لا يتحقق خسار كيف نقوم ب لازم هذه المؤسسات يعين لها مدرأة المدرأة تكون لديهم قدرة على تسير كيف وعدنا هنا سواء داخل الجزيرة وخارج الوطن يجيب إنسان مسير لديه القدرة على تسير عفوا المشروع اقتصادي ليلقيتها تلك المؤسسات وأنا سبق وأنقل في أحد المنسبات قلت بانك السلام قلت كان راح في فترة من فترة يفلس وجاء بمسير أنقض البنك والبنك اليوم يحقق أرباح وبالتالي فإن الإشكال الكبير يكمن في أنه لابد من تعيين مدير كفء لتسير المشاريع الاقتصادية ببساطة لما تكون عندك سيارة يعني غير عاطلة بها عاطب لا يجي ألف وحد يشوفها لكن لما يجي الميكانيك يصلحها عندك هاتف معطل يجي عدد كبير من الناس يشوفوه وتفتح اليوتيوب ولكن عندما تده ليصلح الهاتف ينقيض هناك الموقف ويعطيك الهاتف دائك إذا كان مؤسسة رأي عندها مشاكل جيب لها وما يعرف من الناحية التسيرية في علم التسير أنه علم التسير هو علم يعني متمادي على الأطراف ما يعرف بالقائد القائد هو الذي يعني ينقيض المؤسسة ويسيرها وفق نمط اقتصادي وينقضها من الوضعية السلبية التي هي فيها إلى المرضودية الاقتصادية هناك بعض المؤسسات كذلك لا أقول إنما موقفة بعض الاستثمارات كذلك موقفة لحد الآن فما مآل هذه المؤسسات أو الاستثمارات يعني والله للأسف الشديد يعني هناك بالإضافة إلى أن تسريح العمال قد يكون هناك مشاكل مع المتعامل الخارجي خاصة في مشاريع تركيب السيارات يعني أنت راكد تكون تركيب مع شركات أجنبية وإن تلاقي من تلك العقود تلك الشركات تتعامل معك إذا أنت أخليت بالعقود هنا راح يكون مشكلة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالتالي قد يروحوا معك للتحكيم الدولي وتخسر كيف أخسرها من قبل في شركة سوناتراك وخسرها اليوم يعني استثمارات كان بإمكاننا شراءها لما عقدت صفقة بين أكسيدونطال وطوطال لشراء حصة شركات أنا دركوا في حوض بركين خسرت الجزائر يعني استثمارات كبيرة وبالتالي عدم الوجوء إلى الخبرة عدم إدراج المختصين التهميشهم الاعتقاد بأن الحفاظ على المصر الصالح الضيقة هو السبيل الواحد الذي يبقى على الاستقار هذا خاطئ لابد أن ننفتح لابد أن ننعرف بأخطائنا ونمشو فيها بالمقابل يعني على المسير أنه إذا جئ به إذا كان مختص أن يحافظ على السل المهني ويعني يكون لديه يعني واجب التحفظ وكان ملفات لا يمكن القول وهكذا العوام انترك الله يبارك عندك قدرة على التسير وجابتك للحكومة وللدولة ودرت فيك ثيقة إذا لا داعي لي كشف الأسرار إذا كان هناك أمور يمكن إصلاح ويمكن إصلاح إذا كان أمور تتحل على مستوى الحكومة رح فاوض الحكومة يعني ممكن أنا في اعتقادي أن الحكومة والسلطة الحالية تخاف أنها تنفتع على الخبرة وبالتالي تنكشف أمور ونحن نوفي غيرا على يعني تقليب أستاذ أنتك محل الاقتصادي في رأيك وما هم الحلول أو الاستراتيجية الواضحة لخروج من الأزمة أولا القيام بالإصلاح ولكن هذا الإصلاح يكون يقوم به ناس مختصين في الإصلاح الاقتصادي ما نقدرش نجيبه إنسان غير مختص في الاقتصاد ونقول له قم بإصلاح الاقتصاد أو قم بإصلاح الوضعية المالية أو قم أو قم أو قم وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني إصلاح هذا الإصلاح ترافقه آليات الرأس المال البشري وبالتالي فإنه إذا قمنا بالإصلاح بدون خبراء بدون مختصين بدون يعني ما لديهم القدرة على القيام حقيقة بهذا الإصلاح فلا أعتقد أنه يمكننا أن ننجح طيب الاستراتيجيات المعينة من المسؤول عن هذا؟ من مسؤول في رأيك للخروج من هذه الأزمة؟ أولا الحكومة بيوصفها جهاز تنفيذي أعضاء الحكومة هم المكلفون يعني هذه في الحال العادية بإدارة الأمور الاقتصادية وإدراج الإصلاحات التي إن كانت ولكن إحنا بش نكون ورحي اليوم عنا سلطة فعلية ومتمثلة في العسكر وبالتالي فإن على هذه السلطة الفعلية أن تراعي فعلا الوضعية الحالية وأن تقوم بتحفيز الحكومة الحالية أو إذا اضطر الأمر أن نستبدل أعضاء من الحكومة كما حدث مع وازن العادل خاصة أن بعض الوزارات التي تحتاج إلى ديناميكية على غير الوزارة المالية على غير الوزارة الصناعة رأينا نشوفه وكينا وزارة يعني الحمد لله تقريبا يعني رأي ترشد كما وزير العادل أو وزير الشباب والرياضة يعني رأينا نشوفه هي أدي دوره ولكن كينا وزارة لتبلع عليهم يعني كما أسس الاقتصاد والمالية الجزائرية غايبين تماما عن السحاوة أفضل مثال هو وزير المالية الحالي الذي كان محافظ لبنك الجزائر وبالتالي فأعتقد الخاص أنه لابد للحكومة أن تتحرك وتحرك طبعا يأتي بإعاز ودفع من قبل السلطة الفعلية تلاحظ أنه في أمل والله الأمل مرتبط حاليا صراحة مرتبط بمدى تحمل كل طرف مسؤوليته يعني السلطة الفعلية تحمل مسؤوليتها ويعني الإدارة العمومية تتحمل مسؤوليتها ويعني المختصين وإذا يعني أعطيت لهم المهام أنهم أيضا يكونوا عند حصن ضن السلطة الفعلية ويقومون بأداء واجبهم على ما هو عليه عندك طيب عندك أرقام فقط عن الخزينة العمومية أو الخسائر التي تكبدت منذ الحركة الشعبية؟ والله بشو أقول لك يعني عندي تقريبا لا يمكن ذلك ولكن يعني أنا قدرتها فيما سبق بحوالي واحد مليار دينار واحد مليار دينار يوميا واحد مليار دينار يوميا يعني بما يعادل تقريبا دعنا نقول في حدود اليوم مئة مليار دينار وهو يعني مبلغ لا يمكن أن نستهيم به يمكن لنا أن نقلي به يعني بعض المشاريع ولأنه مهبة يكون خاصة لما تشوفي حركة المورد تتوقف لما تتعطل مشاريع خاصة لما تكون مرتبطة ب يعني آخر الأسبوع يعني أوتوماتيكيا نتأكد بأن هناك خسائر هناك خسائر الحديث الكبير عن الأزمة الاقتصادية والاقتصاد في الجزائر كبير ومعمق شكرا لك عبد الرحمن عية المحلل الاقتصادي على هذه التوضيحات فيما يخص الأزمة الاقتصادية في الجزائر أو بوادر الأزمة الاقتصادية في الجزائر إذن مشاهدين الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية بنمج ضيف السابعة شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة سلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا